انا بيكو حبابي سنة خامسة بتدعية انا المستر بسين ودي قناة اي مش اي تزل هناخد النهاردة لسن فور من الواحدة السبعة يونت سبن ياريت يعجبكم ان شاء الله نركز مع بعض ويبا نبدأ الطول عشان ونضي عشوة تان سنة خامسة بتدعية والدرس الرابع من الواحدة السبعة اهلا بيكو دس النهاردة بينوايا يعني وقت الصوتيات هناخد ازاي ننتق بعض المقاطع مع بعض وبعد كده نكمل عندنا المقطع AR اوكا لو ما بننطعش الار بنقولها او انما في بنقول انت المقطع تبقى خارجة الخاص وناخد كده مقطع او و هو برضه هناخدوه كلمة بارن لو تلاحظي A-R ممكن زي ما قلتلكم في البريتش ما بنلتعش الأرض باسمها بارن بارن وفام ياد بس احنا طبعا ما بنفضلش لأن احنا نلتع الكلمة من غير الأرض بنقولها بارن فارم يارد بارن يارد يارد دول طبعا معناها محظية الحانات اكي ودي معناها المزرعة عمتن كل حاجات المزرعة وهنا معناها الحوش بتاع البيت او الثناء اكي كلمات اللي بعدها اللي فيها زي كلمة فورك ستورم فورك ستورم كورن فورك ستورم تمام؟ معناها دي معناها الدرة ودي شوكة ودي عاصر اكي في كلمات تانية فيهم نفس الحروف اللي اي ار وال او ار هناخدهم مع بعض بردون زي كلمة سمارت سمارت معناها ذكي بس ذكي قوي يعني اكي اكي سمارت شارك معناها القرش خدناها قبل كده دارك معناها مظلم وممكن يبقى معناها الظلم نفسه سمارت اكي باب كورن باب كورن فورم هورن باب كورن معناها فشار هنا ال او ار ايه فورم معناها استمارة دي اللي ما نكون بنملاها طلب لها حاجة هورن معناها ارن جامعها هورنز او هورنز اكي هورنز تمام؟ ده بالنسبة للكلمة بتاعتنا نكمل شوية كلمات كمان ويند ويند رياح هارد صعب هارد لازرد لازرد معناها سهلية كاردز كاردز معناها القدشينة كاردز باب كون ال اس هنا بتنتجز كاردز مش كاردز اكي هورس حصون غاردن غاردن حديقة ستوريز قصص بيز يعني البسل بعد الأفعال والتصريفات بتاعتها فيه أفعال منتظمة فيها الأفعال غير منتظمة يعني ايه؟ دي بتنتهب اي دي او دي ودي بيختلف شكل الماضي عن الموضع منتظمة 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 الفعال الغير ملتزمة معناها هم هاي سيب الابداء لو تلاحظوا من نفس النهي او دابلو هتحاول ل اي دابلو اوكي يحدك الفعل اه نو اللي هو يعرف هتلاقوا نفس النهي بلو جرو بلو جرو زي ما هو هم يتغيرش ميك ميد ميك ميد اكي ده بالنسبة لبعض لأفعل الكلمات وزي ننتقى الار والار ار و او ار تمام؟ تعالوا بقى انا اخد شوية اكسر فعايز على الحاجات اللي اخدناها في الوحدة كلها كلمة يستردي زمان خدناها على انها امس ودي من علامات الماضي البسيط الماضي بسيط يعني لازم الفعل بتاعكم في الماضي يعني في الماضي يعني في التصريف التاني فانا حتى هنا بصينا هننقى لكلهم في الماضي لكن المعنى بقى احنا عملنا ايه في مزرعة هنعم ايه في المزرعة اه في المزرعة نفسها لعبناها ولا طريقناها ولا زورناها ولا استمعناها هتي بقى كوني نقصها نقصها يا شخص لطريقنا لطريقة انه استمعنا استمع لطريقة انه استمعلا اكيد الحاجاتات تسمى بصص سندير عقلين كرة طبعا هتبقى كلمة اوكي. انا اذهبت الى مزرعة او شفت ايه? اشار هشوف كرش ولا بارن ولا حضيرة ولا يعني كوتشينا او كارت باز ولا ويل حوت طبعا هشوف كلمة بارن هشوف حضيرة. ايه اللي هب بقوة? ايه اللي بيحب بقوة طبعا الرياح. يبنوا ايه? والا ويند والا هتبقى كلمة لان كلمة بارن حضيرة معنى دورة سكاي معنى سم. كان في ايه في المساء والجومة كان في ايه كورن دورة عصفة يعني كارت معنى شوكة هتبقى كلمة ستورم. كان يوجد عصيفة في المساء والجو ايه? والجو وانتر. طبعا لو احنا عحل الكلمات هنقدر نحل بسهولة جيدا بقيت الدرس. نشوف الكلمات هنا اللي بنراجع عليها تاني بارن فارم يارد كورن فورج ستورم. بارن فارم يارد كورن فورج ستورم. اكي? القصة بقى اللي كان بيتكلم عنها بتاعة العصفة هي منقول سالم عنده مزرعة. في يوم من الايام يوم ما كان فيه عصفة. اوكي? السماء كانت مظلمة. مظلمة. سالم كان ذكي. وضع الدرة في الحصيرة. لكن الرياح هبت بشكل قاسي او بقوة. شوف يارد شوف بقى الدرة بقى عامل زي في الفناء. طبعا اتبه دل كله. وفي الارد. الصفحة دي بتعتمد على حفظنا الكلمات. جايبها لنا مفروض نكونها عائلتنا بتاعهم. نبدأ نكتبهم من غير ما نسوف الصور كده تحت الحاجات دي. ده عشان نتعلم ازاي نكتب. اكي? تعالوا بقى نحل اللي جاي ده. في واحدة دي عن استماع. واحدة من كل مجموعة. المفروض انتم تصنعوا وتعلموا عليه. فانا هقولها لكم وتشوفوا هتعرفوها ولا لا. اول مجموعة تمام? اللي عمل دي بقى شاطر. تاني مجموعة بارن. بارن. تمام? اللي عمل دي شاطر. اللي بعدها شارك شارك. اللي عمل شارك دي يبقى شاطر. تماما ايلا احنا لو سمعنا كواس هنقدر نحالله كواس. المستر هيقرأ الحاجات كنتم تتعلموا عليها ايام? على طول. تعالوا بقى نرتب نفطار المفتارة ونكتب مكانها واحدة مناسبة. كلهم حاجات بتتاكل. انما كلمة معناها شوك. تمام? ممكن نشيل ونحط ايه مكانها? اي حاجة بتتاكل. زي ايه? زي كلمة اي حاجة بقى كلمة رايس مسا. كلها هاكة. تمام? فارم بارن هورس زو. طبعا كلهم اماكن معنا كلمة ايه? هورس معناها حصاد. هنشيل حصاد ونحط ايه? ونحط هامس مسا. ايه يعني ما كلهم صفات. معناها ايه? صعب. مظلم سريع. هتشيلها ونحط اي حاجة كمان ايه? مسلا. البعدها كلهم هفعل في الماضي معناها كلمة معناها القدم. هنشيلها ونعمل ايه? ونعمل مسلا. معناها طه. هورس كورن كاو. المختلفة مين? لان كلهم حيونات معنا كلمة كورن. هنجيب اي حاجة هنا ايه من حيونات مسلا زي كلمة مسلا. معناها اسد. اوكي? بعد كده جايب للباكس فيه خمس كلمات. المفروض ان احنا نملة منهم اربعة هنا في النوقت. فان اسمها كويس ونحل معبا. حظيرة. حيونات ذكي. يوم. يعني. هم? اذ اكواريوم اللي هو المعرض الماء. سالم هاد افورم. سالم هاد افورم. عنده مزرعة. ام هز فورم. في مزرعته. you can see a lot of. هتشوف ايه كتر من ايه. اكيد من الحيوانات. يبقى كتير من animals. and birds. والتيور. وان النقط هنا بنحكي حكاية. بقى انه ايه. one day. يعني ايه. اسودي رقم واحد. one day رقم اثنين. there was a storm. كان في عاصف. the sky was dark. السمكة مظلمة. but talib was smart. كان ذكيا. عمل ابقى. he put the corn in the. حط الدرة في الحضيرة. in the barn. it was very cold. وجاءه كان ايه. كان برد جدا. بعد كده الترتيب يقول. there. يجي بعدها. is very wind hard blue. طبعا في الاسماء اللي هنا كلمة wind. يبقى هي رقم اثنين. يبقى the wind. مال هالويند اللي هي الفاعل عملت ايه? blue. يعني habit. habit زي? habit جامد جدا. يبقى very hard. دايما تجي قبل الصفات. اكي? did grandpa what make you were? ومنقول what? قد استفان بعدها فاعل مساعد اللي هو did. بعد كده الفاعل اللي هو مين? grandpa. بس في هنا ايه? you were. يبقى قدد صفات الملكية تيجي اول قبل الاسم المملوء. يبقى you were grandpa. اخر حاجة الفاعلة يبقى what did your grandpa make? ماذا فعلة? الملك رانبا بتاعك او جدك. اكي? اللي بعدها. add the corn look they are in. look. اللي هي ايه? انظر. اكي? يبقى نرقمه على post. بعد كده يجي الجملة كاملة. فين الفاعل بتاع الجملة اللي هو the corn? اكي? اكي? الكورن. اه اه. هنا look لوحدها مش هتين فاعيجي بعدها. look at. look at. look at. يعني انظر على. اكي? انظر على الكورن. look at the corn. بص على الكورن على الدرة. في. ان. بيورد. بص على الدرة في الحضي اللي الفناء. اكي. ان. there was a storm the evening. ده سؤال. يبقى يبدأ بووز. ووز ليجي بعدها. اداة الاشارة اللي هي there. يبقى ووز. there. هل كان يوجد? يعني هل كان يوجد? هل كان يوجد ايه? was there. هل كان يوجد storm? هل كان يوجد عاصفة? امتى الكلام ده? في. امتى المساء? هل كان يوجد عاصفة في المساء? was there a storm in the evening? was there storm in the evening? تمام. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. يارب يكون عجبكم. لو عجبكم الدرس ياريت نعمل اشتراك في القناة من هنا. من يميني سلسة من تحت. وندوس على زر الجرس. ونعمل لايك وشير للقناة. عشان كمان صاحبنا عارفوها واشتركوا فيها. اشتركوا في تاست على الواحد السبعة. ياريت نتفرج عليه مع بعض. باي باي انا مستر نسي. اشتركوا في القناة.